اشتركوا في القناة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي تقدم في مجال علوم الفضاء لخلق مستقبل أكثر استدامة هذا ما عملت مملكة البحرين على تحقيقه فلا شك أن الفضاء يمثل المحطة التالية للبشرية فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بموجب مرسوم ملكي استنادا إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الداعية إلى تعزيز مكانة البحرين والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء بما يحقق التنوية الشاملة والمستدامة وفي الثالث من شهر فبراير عام 2022 جاء إطلاق القمر الصناعي البحريني الإماراتي ضوء واحد في مرحلته الثانية إلى محطة الفضاء الدولية كإنجاز من إنجازات البحرين في هذا المجال حيث بدأ مهمته العملية في رصد ودراسة بعثات أشعة جام الأرضية النتيجة عن العواصف الرعدية والسحب الركامية بالإضافة إلى تقديم معلومات مهمة ومفيدة لقطاع الطيران وتعزيز البحث العلمي عبر توفير بيانات لم تكن متوفرة من قبل لمنطقة الشرق الأوسط كما وتركز الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تسخيل علوم وتقنيات الفضاء من أجل التنمية الوطنية وتشجيع علوم الفضاء وتطبيقاته ووضع برامج متقدمة لبحوث الفضاء بالإضافة إلى العمل مع الجامعات لتعزيز البحث والابتكار والتطوير في مجالات علوم الفضاء المتنوعة وتستمر مملكة البحرين بالعمل والبحث في مجال الفضاء إذ نتطلع جميعا إلى النجوم بحثا عن تحديات جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر